تحت هذا العنوان اجتمع عدد من علماء الأمة في وقفة عابرة للحدود عبر منصات التواصل كل من مكانه لينبه من مخاطر نية الاحتلال الصهيوني تنفيذ اقتحامات لحرم المسجد الأقصى مؤكدين أجوب وقوف الأمة إلى جانب الفلسطينيين المدافعين عن المسجد الأقصى على أرض فلسطين ودعمهم بكافة السبل إذا كان أهلنا في فلسطين مطالبين بقضية الصمود والاعتكاف والرباط والدفاع بصدورهم العارية فإن الأمة من ورائهم مطالبة كذلك بأن تسندهم وأن تعينهم وأن تقف من ورائهم العلماء المتحدثون أكدوا أن المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين وأن الدفاع عنه وتحريره ودعم المدافعين عنه من أعظم صور الجهاد المبرور مؤكدين على وجوب الاعتكاف فيه أثتى علماء الأمة اليوم بوجوب الاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك على مدار الساعة في أيام رمضان المبارك لأن هذا الاعتكاف إنما هو رباط واجب وجهاد في سبيل الله تعالى لدفع عدوان الصهاينة وقد تعين طريقا لذلك وقفة يقول القائمون عليها ومن حضرها من العلماء إنها ستحفز شباب الأمة لتبقى القدس قضيتهم الأولى هذه الوقفة ستكون عامل كبير لنهضة الأمة هذه الوقفة من علماء الأمة دائما كل الأحداث في العالم الأحداث الكبيرة كان دائما علماء الأمة هم في الطليعة هم من يؤجج هذه المشاعر المهمة في حياة وفي قلوب المسلمين من أجل الدفاع عن مقدساتهم مهما اختلفت الظروف والأزمنة لم تغادر قضية الأقصى وجدانا وضمير المسلمين في كل مكان وكان علماء الأمة حاضرين دائما للوقوف بوجه كل محاولات الاعتداء على مقدسات المسلمين ترجمة نانسي قنقر